فاكرين المقطع اللي تحصر فيه الاسد من مجموعة دباع عشرة الدباع كانوا على وشك انهم يقتلوا الاسد ويكلوه والحصن حظ الاسد ان فيه اسد تاني نضم للمعركة في اخر لحظة وبالتالي اصبح موقف الاسود اقوى الدباع فعلا خطيرة جدا خصوصا لما بيهاجموا في مجموعات ولكن يا ترى لو كان فيه ضبع بيستضل وحده وفجأة لقى نفسه واستعشرة اسود كاملة فايه اللي ممكن يتعمل الاسد اسرع من الضبع بمراحل زي ما كلنا عارفين وبالتالي لو الضبع جرب يجري فسهل جدا ان الاسد يصطاده وعشان كده الحل الوحيد لو كان الضبع لوحده انه يستخبى في اي مكان وده طبعا لانه مستحيل يقدر يتصدى لهجوم مجموعة اسود لوحده وده اللي حصل بالزبط في المقطع اللي قدام حضراتكم دلوقتي